السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسائل انوار ومسائل فل عليكم جميع انا عاملين ايه هو فريق اه جعفر العم ده بيجي في اول كل ستريم يشبه للمسلسل الليه يا رجالة ايه الحكاية عدم الموافزة احنا في موسم رمضاني ماليء بنظريات المؤامرة الناس المشي عملت بص حوالي نفسها شيء غريب جدا يا قالوا محمود من فضلك اعمل ريفيو مستفيد شوية عن سره البتع والهرشة السبعة انا سره البتع خلاص خلصت اللي عندي في الكلام معنديش حاجة جديدة تتقال وعلاقتي بانتهت الهرشة السبعة ممكن نتكلم فيه كلام بتفاصيل والنهاردة بالتحديد كمان لان النهاردة نمط الحلقات اتغير احداث بقى فيها مفاجآت وحصل حاجة على وزن الزلزال يعني فانا جاهز لده ومستعد له فرش الصباح له جدا يا جماعة وتحرك لقدامه والحاجات اللي ما كانتش عجباني في الحلقات اللي فاتت بقى لها تبرير ده ما يحسنهاش يعني تفضل الشكل اللي في الحلقات اللي فاتت اللي هي وصولا للحلقة السبعة يعني كان موجود اللي بيبرره ان هو على ما يبدو ما كانش ناوي يكمل على النمط دوت لنهاية الحلقات وده اللي انا بتوقعه دلوقتي ان هو في اول كان عندنا حدوتة انا اشرت عندنا حدوتة وعندنا خط احداث وعندنا شخصيات بتتطور معانا وعندنا علاقات بتتطور معانا ومع ذلك كل اللي احنا بنقدمه بنقدمه في شكل مواقف عيل تاه ام تعبط اب بيعاني من عدم نجاحه المهني مشاكل مادية بنت وولد بيحبوا بعض بس مش عارفين لا اصيغة للارتباط الولد بيطرح فكرة مجنونة البنت مش عارفة تعمل ايه اثر العلاقات بتاعة الاهالي على الولاد موقف 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 وقلت لكم التقسيمة بتاعتها والانطباعة بتاعها هو على ما يبدو مش مسلسل مواقف يعني هو الهدف الاساسي منه مش انه يقدم مواقف هو اللي حصل في السباح حلقات الاولى انه كان بيبني تاريخ للشخصيات بيبني بروفايلات للشخصيات لانه يكون لها شخصيات معيبة مش حكاية ان الحياة صعبة وبتقدم تحديات لاي تنائي في الدنيا او لاي زوجين في الدنيا او لاي كابل في الدنيا لا هو الشخصيات بتاعتنا ديت احنا محتاجين نفهمها شوية نفهمها اكتر نتواصل معاها اكتر لان في حاجات هتحصل بقى في حياتهم مهمة دلوقتي يعني دلوقتي تحسوا ان النطات الزمنية خلاص بقت قسيرة جدا وده منطقي لان احنا قربنا نوصل من اليوم اللي احنا فيه دلوقتي اصلا فحنشوف بقى اثر تاريخهم دوت على اللي بيحصل في التحديات اللي بتقابل علاقته من شكلها عامل ازاي هنس المفهوم بتاع الهرشة السبعة او اللي هو بعد السبعة سنين جواز ايه اللي هيحصل بقى في الدنياهم كلهم انا عجبني ده جدا شايف ان هو شيء محترم وتحس ان المسلسل ما خدعكش فيه هو ايلك اللي هيعمله في عنوان المسلسل من البداية خالص فانت لازم كنت تتوقع ده وتفهمه او بمعنى اصح فيما هو قادم من حلقات تحس كده انك قدام مسلسل بيحترمك فانت كمان محتاج تحترمه شوية يعني تعلي عليه التحديات شوية تاني وانا اتوقع ان هو قادم سبع حلقات بابني شخصيات مش بابني شخصيات بابني تاريخ للشخصيات الشخصيات مبنية من اول حلقة اساس البروفايلات بين مين ابني مين حكايته ايه مستوى الاجتماعي عامل ازاي الحاجات دي كلها متقدمة من الاول الوقت احنا بنبني تاريخ شفنا الاحداث بتاعته عارف انت النقطة الاعظم في رمضان السنة دي كفاية اللي حصل في جمصة او مش مكفيك اللي حصل في جمصة او المعرفش ايه بتاع جمصة هو دوت اللي حاصل يعني انت كممكن تقعد وشير من خلال احداث المسلسل للمرة اللي كنتي حضيعي فيها ابنك او المرة اللي انت مسا نتنيش فيها في شغلي او المرة اللي ابوكي وامك اتطلقوا فيها زمان او نلجأ لأساليب سرد مش حاول وحشة بس معتادة قوي بتاعت الفلاش باكس لا انت شفت ده بيحصل انت كنت عاد معاهم والكلام ده كله بيحصل انا شايف ان دوت شيء فريد كمان شيء متميز يعني يعني تيجي تتكلم على فكرة دي ابوها وامها مطلقين بعد ما كبروا دي كانت حتبقى شابه مكفية اللي حصل في ده مصة كده لا انت شفت دوت وهو بيحصل قدام عينها ده شيء محترم جدا كده حلقة النهاردة لسه ما شفتهاش ده فيها حتة صدمة يعني هارزرة حسيت كده ان نمط المسلسل كله تغير مين الاداء الاقل من الرباعي في الهرشة يا دود سؤال جميل سؤال متير للجدل طب ليه ما تقولش مين الافضل ليه نمسك بالاقل ليه 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 يعني انتشر عليك في الفترة الاخيرة انك بتركز على الجوانب السلبية من الحوار وينو اصلا لا يجانا بي سوربريزد والله اسماء جلال انت خايف لو كانت اسماء جلال ما كنتش عبقى خايف اه 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 امينة خليل الصراحة بصوا زي ما بقول لكم كده المواقف اللي حصلت في الحلقات اللي فاتت كلها خلوني معلش ادوني ثانية كده احاول اصيغ وجه نظري علشان انا مش مستاء من الاداء بس هو على حد تعبير السؤال يعتبر فعلا الاقل ما بين رباعي البطولة لو قلنا ان البطولة لها رباعي احنا النهاردة فهمت انا وممكن اطلع فهم غلط ورد جدا يعني بس النهاردة فهمت ان كل اللي حصل ده ما كانش مواقف المفروض تبني معنا احداث دي كانت سناب شات من تاريخ هذه الشخصيات عشان حيتبني عليه اللي حيحصل في مستقبل الاحداث زي ما بنقول كده بنبني تاريخ الشخصيات مش بنبني الشخصيات الشخصية بتاعت امينة خليلة اللي هي شخصية بتاعت نديم شخصية شهدة تقلبات شديدة يعني احنا لو حنتكلم عليها من منظور النفسي على قد تعبير فهمي يعني المتواضع جدا نقول عليها شخصية بايبولر لما بتفرح بتفرح بغباء ولما بتزعل بتزعل بغباء وبتبالغ قوي في ردود افعالها في لحظات القلق او الخوف او الحزن او الاحباط وكذلك في السعادة والفرحة والامور دي كلها ده كويس بس ده خد معنا وقت قوي عشان نفهمه من خلال اداءها احنا اول حاجة نطينا ليها من تفكيرنا احنا كمشاهدين هو انها شخصية توكسك او هستيرية او زي ما انا قلت وانا على ما يبدو كنت غلطان في الفهم بتاعي جاي علينا من مسلسل تاني فاخدنا وقت طويل مع ده بينما التلت ممثلين التانيين حسب الشخصيات بتاعتهم التعائدات اللي عندهم او الصعوبات النفسية اللي عندهم وصلت لنا اسرع شوية الخايف من الارتباط الخايفة من الابانبنمنت الخايفة من التخلي اللي عمرها في حياتها ما كان معها حد في حياتها واللي عاوز يرسم نفسه كأنه حقيقي هو العنصر الانجح في الاسرة بتاعته هو اللي بيقودها للامام وفي نفس الوقت انه هو شخصية ديمقراطية ومش عاوز يرصدنا في نفسه كسي السيد والكلام ده كله كلهم وصلونا لده اسرع بكتير من امينة خليل احنا عدنا فترة طويلة مع امينة خليل مع ندين مش عمينة عاوزين نوصل لإيه بالزبط والغاية حلقة النهاردة فيها بعض المشاهد انت قاعد مش اريكي مش عارف اوصل قاوي مش عارف ارسم قاوي النهاردة في اللقطة بتاعت المطش لما كانت قاعدة كنت بتتكلم بصوت سهوك كده مش وصل بسهولة مش عارف افهمه بسهولة الجديد عالشخصية مش تابع كل اللي اتقدم لغاية دلوقتي فمش بقول وحشة مش بقول مدايقاني مش بقول حاجة بالطريقة دي بس ارجع كمان مرة في التصنيف بتاع الاربع أداءات او الاربع ممثلية لا هي فعلا اللي معصلاجة شوية كمان مرة المسلسل ده بيتجدد احنا لغاية دلوقتي بنحاول نتوقع هو بيدور عن ايه بالزبط او النمط بتاع السرد بتاعه المفروض ان هو يوصلنا لإيه بالضبط فمفيش رهام نهائي على ده يمكن تفاجئنا بحاجة بعد كده نكتشف ان كل اللي قدمته قبل كده كان مبرر بس وصولا لنهاية الحلقة السبعة احنا زرجلنا شوية او انا مزرجل شوية مع الشخصية دي يوسف الشريف كان بيقدم جودة لحد الأدنى بتاعها احسن من احسن مسلسل في رمضان لا لا ده 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 منشدت قوي اللي انت بتقوله يا دوت انا دخلت معاكم اتفرج على مسلسلات يوسف الشريف بناء على الصمعة اللي انتوا سوقتوها لمسلسلات يوسف الشريف ومشفتش بعيني اي حاجة من الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي معلش بقا يعني انا مصدقكم في ان انتوا بتقولوا ان مسلسلات يوسف الشريف اللي قبل لعبة إبليس كانت مسلسلات أسطورية خلاص انا مصدق ده بس لعبة إبليس ده من كم سنة يا جدعان ومن ساعتها مفيش حاجة ترتقل انه يتقال عليها اللي انت قلته ده اللي هي افضل اقل حاجة فيها افضل من افضل حاجة في رمضان لا خالص انا بتكلم من اول لعبة ابليس كلامي واضح انا ما شفتش الصياد كفرد الهاب كان حلو قوي كفرد الهاب كان حلو مش حلو قوي ومش احسن من احسن حاجة في رمضان السنانية خلي بالك من الجملة اللي انا معترض عليها بالتحديد لا بجد الصياد واحد من افضل مسلسلات المصرية انا انا مصدق ذلك والله مش معترض عليه وانا بتريت اتابع مسلسلات يوسف الشريف على الصمعة دي بس من الواضح ان كل اللي حصل بعض الصياد مع يوسف الشريف كان الماداح ليه فرصة لا الماداح ليه اي فرصة من اي نوع معايا شفت مشكلة محمد سعد شفت مشكلة محمد سعد شفت الفيديو كان طالع من امبارح وما انتشرش النهاردة على ما يبدو كنت اتمنى انه ما ينتشرش وما ياخدش حقه بس كمان يعني دي فضيحة حصلت في رمضان ازاي ما تنتشرش وواضح ان الاشعاة اللي بتقالها محمد سعد حقيقية اللي هي ايه بقى هذه الاشعاة انه ديكتاتوره بيمشي اللي في دماغه بس موضوع محمد سعد دوت طبعا المشهد اللي احنا شفناه مشهد مؤدي نفسيا واللي اتفرجنا عليه دوت شيء ما نحبش نصدق ان هو بيحصل بس لازم نقتنع جميعا واي حد في الدنيا دخل اي سات من اي نوع عارف كويس قوي ان الاغلبية العظمى من الاجواء بتاعة اللوكيشن التصوير كده مفيش الفكرة اللوكيشن الرومانسي الجميل اللي مفيهوش زعيق اللي مفيهوش ديكتاتورية اللي مفيهوش تهزيق اللي مفيهوش كلام زي ده يعني انا على حدود اللي انا شفته وهي شوية برامج مش اكتر من كده وشفت ده شفته كتير كمان شفته بطريقة توتر جدا يعني انا شخصيا كان ليا تجربة كمتضيف في برنامج وهو الحمد لله البرنامج ده ما تزعش يعني على ما يدو صوروا منه حلقاته وبعدين اكتشفوا ان هو مش نافع فلاغوا منه وانا من تواجدي في يوم التصوير الاوحد ده اقدر اقول لكم بالنسبة 100% انه فعلا ما كانش ينفع لان المخرج كان شخصيا عنيفة الى درجة انا مش افتاش قبل كده وده مخرج برنامج يعني عمره في حياته ما هيوصل على مستوى الشد العصبي او على مستوى النرفازة او على مستوى الامور دي كلها للدرجة اللي ممكن تحصل لحد بيحضر المسلسل في رمضان وانا لما قعدت يعني لما وصلت للنقطة اللي انا خلاص حكتري فيه الانترفيو بتاعي انا قلت للمزعين قلت لهم انا متوتر جدا اللي حصل في اللوكيشن ده موترني جدا فالاجواء في الاغلب كده هل انا دلوقتي بحاول اعضر محمد الحقيقة لا ليه لان هو عرف عنه ده بشكل متكرر من قبل ما نشوفه بعيننا ان هو ديكتاتور من ان هو بيتدخل من ان هو افسد مشاريع كتير بتدخله سواء اتعرضت او ما اتعرضتش اتنفذت او ما اتنفذتش فلا سعد عرف عنه هذا الموضوع بشكل متكرر وان فيه واحد في اللوكيشن يقصد ان هو يصور له فيديو زي ده فمن الواضح ان الموضوع وصل لدرجة خلاص بقى يعني الناس اللي قاعدة نفسها بتخطر باكل عيشها لان الموضوع بقى لا يطاق بقى لا يحتمل بالنسبة لهم فما ببرقوش طبعا بس ده تصاعد مش غريب على الجو المسموم بتاع اغلب اللوكيشنز بتاعت التصوير او البيئة بتاعت التصوير في الاعمال وبالتحديد في الاعمال الرمضانية وبالتحديد تحت الضغط ضغط ايه بقى؟ ضغط الزمن ضغط الجماهير ضغط الليجان ضغط السوشال ميديا وضغط اللي قدر الله وعلى ما يبدو ده اللي بتعرب له المسلسل بتاع محمد سعد ضغط الفشل ان هو ما بينجحش ان هو بقى له فترة طويلة مش عارف ينجح فالموضوع مصدر عنده حاجات وصلت لهذه النقطة اللي لو في اي مجتمع دي لو في اي مجتمع في العالم ممكن تكون نقلة كبيرة قوي في اتجاه او في طريقة لا عودة لكن احنا زي ما بنقول الدنيا عندنا سماكية شوية على مستوى الذاكرة ولا اتصور ان الموضوع ده او تحيطر على اي حاجة خالص الا لو هو قرر انه او صمم انه هو يستكمل هذا الطريق من اختيار المشاريع الحمضانة المهروسة اللي ما فيهاش اي تجديد من اي نوع ولي مش قادر يقدم منها اي حاجة تجذب الجمهور او تخليهم يحبوا انهم يتفرجوا او يتابعوا فاللي انا عاوز اوصل به للاخر من كل هذا الكلام ان الثقافة نفسها بتاعة التصوير في مصر على حد علمي المتواضع جدا والمحدود جدا مش غريبة خالص على اللي عمل ومحمد سعد بس يبدو ان محمد سعد ووصل الناس اللي حواليه لدرجة تتفوق على ده كله كمان فده شيء سيء جدا وبشع جدا طبع بس الناس مالهاش زن بتتشتم وهو مش بيصور حاجة واقعة مش فاهم قصدك في حاجة واقعة بس هو يعني هل انتو عارفين الكلام دوت يا جماعة ولا ما تعرفوهوش يعني وصل لكم الخبر ده من ان فعلا في الساتسو في اللوكيشن بتاعة التصوير وفي الاستوديوهات وفي الامور اللي زي دي فعلا فيه شتيمة كتير وفيه تهزيق كتير وفيه خناق كتير والعمال والكلام دوت بيتعرضوا لمعاملة سيئة جدا اغلب الوقت مش هقول كل الوقت وصل لكم هذا الموضوع ولا مش واصل تون كروز لا تون كروز اللي تسربله اللي هو يصل لمرحلة الفضيحة برضو بس هو يا جبل ما يهزك ريح لتون كروز لا يصل لواحد من مية من اللي احنا اسمناها من ساعة ساعة ده كان بيشتم الناس تون كروز كان بيزعق للناس لكن ما كانش بيشتم حد الصوت الاعلى لو مخرج هو الصوت الاعلى حتلاقي بيعمل كده لو البطل هو الصوت الاعلى حتلاقي بيعمل كده معروف وللأسف التشهير بيبقى عشان يطير الجدل بدل ما يعده المواقف. لا ده مواقف ما يتعداش انا بقولك لو الناس وصلت لهذه الدرجة مع حد حيتصيدوله فعلا. فده يا جماعة مش 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 دخان من غير نار. لا هو من الواضح ان هو جال اخر الناس يعني. بصراحة انا شايف ان محمد سعد محتاج حد يعمله عشان هو مصرع لا بيعمله ده للأسف بصرف النظر عن الفضيح حتى عبر. ما تتوقعش ان وده تعبير انا ما بيشتمش حد يعمل. ليه الناس بتنتقد محمد رمضان بتقديم نفس الحاجة كل سنة رغم ان العودي ومصطفى شعبان ومحمد سعد بيقدموا نفس الحاجة علشان الناس بتتفرج على رمضان. انت فيه مسلسلات قلتها لناس احنا ما كناش نعرف ان اليوم مسلسلات السنة. لكن رمضان هل ناس بتتفرج عليه? رمضان عملة نادرة انت قلت ان هو تلاتين حلقة وانا فاتني منه كتير فطوليت. انا ازف. مسلسل رمضان كريم اثنين لا انا كنتش شايف الاولاني اصلا فمعرفش. ما لها تويتة عمر سلامة اسكت اسكت. ده انا كنت متصور ان اسوأ حاجة ممكن تحصل في تويتر ان دي تقع في ايد محسن صالح. ولكني كنت مخطئا. ايه حوار تويتة عمر سلامة? انا اعرفش عمال يقول حاجة غريبة او عمر. ناقس يقولها بزي محسن صالح كده عارف محسن صالح لما بيعمل تويتات في ارايم. علشان نكسب المتش الرسين. لازم يكون عندنا دفاع متين. ولازم يكون عندنا اه جمهور ميلانين. ولازم يكون عندنا لبندنتين. انا اعرف العاجة اللي بيقعد يعمل قديم. عمر سلامة قرب منها الصراحة. انا احب عمر سلامة بس انا مش مبسوط بالموضوع ده. كل موضوع. كل موضوع جدلي من اللي يطلع فيه. جيب لك النهية بقى. بس عمر سلامة قدل بدله. كله يجري. تحس ان فعلا الجعفر العمدة دخل تويتر. تلاقي الناس كلها بتجري وبتتكفي على وشقة في الارض. والعيال بتجري من غير بانطلوناتو. يا لا يا عمر سلامة قلتو. يا عمر سلامة قلتو. دول يعني انت مش متفق مع مضمون اللي قاله ان منع اي شيء مش صح. لا انا مش مختلف مع مضمون اللي قاله في اي حاجة تقريبا من التويتات بتاعتو. يمكن بعض التفاصيل القليلة. بس الصيغة اللي هو بيقول بيها التويتر زي ما يكون البيان بتاع الجريدة الرسمية كده. اللي هو بس. كله كهاريتو. انا عندي الناهية في هذا الموضوع بقى. ويروح عاملها كده بببولت بوينتس. ايه ده? ده موضوع صعب. احس كده انك لما لما يعمل تويتر تحس انك محتاج تقف وانت بتقرأ. ازاي مش مختلف? لا مختلف طبعا. مين اللي قال مش مختلف? يا نهار اسود. ده لما حد يقول لك ازاي دي اوعد خش في مناقشة. مختلف طبعا. ازاي يقول اللي هو قاله ده. انا بس كان قصدي يعني ان الطريقة كمان غلط. بس هو اللي قال ينهار اسود. وبعدين الانسان ما بيتكلم كتير بيه غلط كتير. اهو بيتكلمش كتير. هو بيتكلم كبير. ازاي مختلف? فينا انا مختلف. واحد منكم لازم يسيب اللي ستريم انتم ما ينفعش نقعد مع بعض احنا لتلاتة. واحد منكم يسيب اللي ستريم والتاني حاخده على قد عقله وخلاص. والدنيا تمشي يعني. رأيك في توتوت عمر السلامة على اي حد ينتقد مسلسل متطرف. ايه? فيه عنصرية? عمر السلامة ما قالش كده. لا معلش استنى انت عاوزت تبرقه من اللي هو هو قالك اي حد يعني اي حد. مش دي عنصرية يا استاذ? ما لو عاوزت تكلم على جنس معين او جنسية معينة ما تقولها بالاسم. لا معلش ده انا بحضر للقناة ريس جامد ومركز لكم قوي يعني. معلش? ممكن تعمل لقاء مع الفان زبتوك ليه? تنويين علي ايه? اي محاولة اغتيال عشان تبقوا عارفين انا ححرز على ان اللقاء بتاعنا يكون مكان فيه كاميرات. في اي حد حيفكر في اي محاولة اغتيال من اي نوع. حتروح في دهية. بص. هيبقى اسمك في الاخر روحت في دهية في يوتيوبر. شوف اتفاها يعني. هي رأيت في الصفارة يا دود. زريف. بس هو ابتدى حلوة قوي. وبعدين بقى حلو. وبعدين بقى كويس. هو لسه مش وحش. بس هو اول تريب هيا. اول صفارة احلى واحدة لغاية دلوقتي. واللي بعدها احسن اقل منها شوية. واللي ما بقدمناش حاجة وحشة. ما قدمناش حاجة بيخة. بس احنا ما بنتحركش لقدام. احنا نرجع الوار. لا لا بس الصفارة النهاردة قفلت قفلة لحاجة جديدة شكلها جامد جدا. اه اتمنى. مش مش عارف اذا كان شكلها جامد ولا لا. بس هي كويسة انها انتقلت لللي بعدها. فقدينا متطلعين وحنشوف اللي حيحصل. تمثيل الاطفال في الصفارة جميل. زراف. حلوين. كممكن احسن بصراحة بس حلوين. ايه اكتر موسيقى عجبات من الحاجات اللي بتشوفها? موسيقى? قد حكالت لقلت لك مفيش ولا موسيقى معلمة معايا? حتى الهرشة. الهرشة اصلا بتقدم نخبوية قوي يعرف? بتاعت الناس المثقفين قوي يعني. اللي هو ليه كده يا جماعة ما انتم مزودين يا حابة يعني. مفيش مفيش حاجة علمت معايا يا جماعة. مفيش حاجة ركزت معايا كده يعني. الكتيبة يا دود. يا باشا ده كده كده احنا دايما بصوا جماعة احنا اي حاجة نتكلم فيها بتبقى بعد الكتيبة. زي بظلت كده انا مبنيجي نعمل دروس 16 على لعيبة بعد ميسي. مفيش حاجة اسمها مع ميسي. الان انت خسرت نص جمهورك بعد ميسي دي. بعد ميسي ديت اللي هو شخصيان بعد كريستيان. فا احنا كده نزل النظرين. ولكوا انتم هتتعبوني ليه? على ايه يا النعمة مارا مارا. في ايه? ايه واجع القلب ده. هل كريم الشنوي ملأ فراغ تامر محسن اللي بيتقل علينا ده. واللي بيتقل علينا ده ولا كأنه مايكل مان. انا مش حاسس ان فيه تشابه كبير في المدارس. لان المدرسة بتاعت كريم بصرية بالمقام الاول. وده مش قصدي ان المدرسة تامر محسن اقل او ما فيهاش اعتبار لذلك بس. كريم بيحاول يقول اكبر قدر من الحاجات بالفريمات بتاعته حقيقة متطورة جدا. يعني انا شخصيا بيبقى صعبان علي لو هعمل ثم نيل او حاجة اني اجيب كدر من الهرشة السبعة واحطه جنب اي كدر من اي مسلسل تاني. لان الفرق بمجرد لما بترسهم جنبه بعض بيبقى قاسي جدا. بيبقى صعب قوي يعني. النهار ده اصلا عنده في الحلقة ثلاثة ربع كدرات يا الهي. الكدر بتاع شاهين وامينة خليل لما كانوا نايمين في السرير وكل واحد مسك في الموبايل بتاعه واعتمد على الموبايل ان هو ينور وشوشهم يا ربي. يا ربي ايه الكدر ده يا عمين. جامد جدا. مش هقول ان هو اعمق حاجة في الحياة بس حلو. توقف قدام وتلاقي نفسك مركز معاه. كل تفاصيل الكدرات بتاع تعالي اسم وهو بيستقبل المكالمة او بيشوف الفيديو الاخير ده. لا 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 الواد جامد يعني. الواد جامد. انا فقدت الامل في الكبير. فقدان اعمل في محل ويدود. انتوا انتوا ايه رأيكم في الكبير. في حد شايف ان في امل. لا خالص. لا انتوا جايين تقولوا لا او بس النهاردة صح? ممكن في امل بس مقص من درجة اهتمامنا بي. ازاي يعني هيا المشكلة في درجة اهتمام ما احنا مش موافقة بزرعة. يلا هو يا عجاري. وحش بشكل مش طبيعي. ممكن في القصة الجاية. خرق يا سطر يا ربي. في امل عشان علاء مرسي وهينتهي اول ما حلقته تخلص. هو انتم مبسوطين بالخط بتاع علاء مرسي? انا عمري في حياتي محبة كوميديا علاء مرسي. والمرة دي بقى هو اوخي ادراحته على الاخر. وفي نفس الوقت عشان نكون واضحين انا بحب علاء مرسي كممثل جدا. شايف ان هو عنده قدرات تاكسيدية جبارة. بس الكوميديا بتاعته يا الهي. سبعين في المية من الشخصيات لسه ما ظهرتش. احنا بقنا في الحلقة السبعة رويس. يعني المسلسل لو قدم ما تبقى من الحلقات مية في المية. ضحك بلا توقف. ابتدينا نسمع عن حلقات دخلة المستشفى من كتر بالكتير اوح ياخد سبع من عشر على اللي حصل بس. على حسب لو لسه بيتصوره ممكن. انا ما عنديش معلومة بهذا الموضوع. ايه هي امكانية ان الفيدباك دوت يصل للتصوير. ما عنديش فكرة. بطلت اقدر اشوف مشاهد مربوح. يا جماعة هو كل حاجة مربوحة. ما بالرحمة بقى. والله يقولنا مش حلوة. ترجعت. مش حلوة. مش حلوة. مش حلوة ما بتضحكش. متفقين. بس والنبي مش كل مرة نقول مربوحة زي ما تكون هي المصيبة الوحيدة. ده مشاهد الكبير ونفادي يا ربي. وبرضه كلش حلوة للمربوحة مربوحة مربوحة مربوحة. يا عم انا معاك. ما تيجبون نعمل حملة عليهم كلهم طيب. هو شمعنا مربوحة بس. القصة دي تخلص ويخشون في حاجة جديدة. انت مش واخد بالك احنا معتبر ان احنا دخلنا في حاجة جديدة. اليوم مربوحة كانت جيدة. انا انا معافية. يعني. مش عارفة سميه ايه. ان نسميه هابل لان هو اسمه هابل. هو بس كان مطلوب منه ان هو يكون هابل بيدحك. هو ما كانش هابل بيدحك قوي. بتاع ان علاء مرسي مجنون وان هو جايبها على انها بنته والفطار اللي هو كان عامله وكلام ده. في حاجة تدحك. مش حقول ان هو كله على بعضه قلب وج يعني. في جملة لقطة تعبير رد فعل اقاع معين في كلمة وردها بيدحك. بس بشكل عامل موقف كله على بعضه. تحس ان هو موقف يائس قوي. يعني احنا دلوقتي في الكبير علشان نفكر فافكاركم ادائية بقى وصلنا من اليأس لازيه الدرجة. شيء يدايق طبعا. ومشاهد جونيو هادرس بقت مهروسة ومكررة وحكاية الجيم والدال زهقت منها. ده يا نور عليك يا راجل يا طيب. مشاهد طويلة ومملة لان مفيش محتوي للأسف وفيش ممثلين فين دكتورة بيعتب فين فزاع اي حد يسند. طب حتى جونيو هادرس مفيش. وحتى لما بيطلعوا ما بيعملوش. الموضوع بيخ. حضرتك مش ملاحز انه بقى موجه للأطفال اكتر. يا راجل تفتكر ان هو ده الموضوع? ده كان فيه شقت. حلقة اللي قبل اللي فاتت كان فيه واحدة بتتشقت في الشارع يعني. ده موجه للأطفال. حزلقوم حينقذ الوضع. تعرف يا ابراهيم ان انا بالنسبالي ظهور حزلقوم في مسلسل الكبير بتكتب كلمة النهاية. انا بعتبر ان خلاص كده المسلسل قفل. انا مبطقش حزلقوم في الكبير. ده بجد يا دود في جميع الاجزاء ما حبيتش حزلقوم انا ما حبيتش حزلقوم. بشكل متفاوت. مش دايما لهذه الدرجة. بس انا بحب حزلقوم في الهاتف راجعه على استسلام. شايفة شخصية عبقرية. لكن في الكبير. لا لا لا. انا شايف ان مجرد ان ميكي بيحاول يجيب كل حاجة عملها ويوظفها بشكل او باخر ان تنجح وخلاص. طب لما طلع الفضاء. يمكن ازرف حاجة. ازرف تسلسل. معاك رأيك في ممثل نفادي في الصفارة. اقول لك حاجة تقل دم الشخصية في الكبير باهت على الصفارة. والممثل نفسه حتم صلاح بقى بيعاني من 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 اثر ده. انه خلاص هيبقى طايب كاستد ان هو لازم يطلع دم وتقيل ولازج وبتاع. وحننسى الهدف الاساسي من الشخصية هي انها تدحك. يا اما بسبب الفعل او رد الفعل من حد تاني. في نقطة معينة حننسى ده. لازم يخرج من الشخصية دي بشكل قابة اخر. وزي ما قلت مرة اللي فاتت هو عمل كويس لما عمل شخصية مختلفة في شلبي. بس مش كل مرة يطلع في التلفزيون يطلع كده. هو انا بس اللي بحس بالكصوف وانا بتفرج على جعفر العندة ولا هي حاجة تكسفنا. بص يا دود. مصر كلها تتفرج على جعفر العندة. مصر كلها بتضحك على محمد رمضان. مصر كلها عنيها بتدمع من المشاهد المؤثرة في المسلسل. ومصر كلها مستخبية. لا تعيط دي كتير. انا قلتش تعيط. انا قلت عنك بتدمع. ده هذا المسلسل. وحسب الفخر بالنسبة له وابتدى يحترم. وانت عارف الباك ستوري بتاعة اللي هم يقربوا البعض ايه وكلام دا له. انا 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 حقوم مخس الوشي فيها في حاجة في حاجة طرفتني في عيني. يا ربي لا ايه الركاكة بتاعت المسلسل. الهيافة بتاعت الموقف الدرامية طرفت لي عيني. مش قادر. يا خبر يحوص. اه ده اللي بيحصل لما تتفرج على الحاجات دي كتير. تعالوا بقى يا جماعة نتكلم بصراحة يعني. هنفضل مستخبيين من المجتمع لحد امتى. كلنا بنقول كده. في الاخر لما بنتفرج بنمدسط وبنتفع. خليك كويس. هما لسه موجودين يعني لسه بيتفاعلوا مع المسلسل. وبعدين هما هجموا المسلسل ده بس. ده اللي بيحصل في المرأة في مسلسلات السنة دي ينهارزرق. بس بتفاعل. انا معاك. بس متعقودش تجدج بقى. معرفش اللي بيتفرجوا على معرفش ايه ما لهم. واعرفش اللي بيتفرجوا على معرفش ايه ما لهم. ناقص نفتح لك التويتا. تبقى انليمتد وتبقى لنا بولتس جوا. ما عمدش ناقص اللي كده خلاص. رمضان واشياء بقى المراجعة الشجاية. هم عليش بقى. احنا حنقلع عبائة سيف زاهر. وحنقل بميده دلوقت. نفسي قلائي مسال افخرة بي. عليش لو بتكلم باحكام قط اللبس. تتفرجوا على العدر رضا. وصلتوا للحلقة السبعة في مسلسل رمضان وتقولوا انت لو كنت بتكرينج من كل حاجة بتتفرج عليها في المسلسل كان زمانات دلوقتي عبارة عن تدريسة متحرك. انت بتتفرج ومبسوط. وبتدحك وبتعيط. وانا شفتك وعرفك وحجيبك. ما حدش يتريع ايه رايك في المده يا دود. لا التريع على ايه يا رئيس بقولك انا عجبني مسلسل رمضان حتريع على بيتفرجه. خلاص انا ما عادش ينفع اقول على اي حد بيتفرج على اي حاجة اي حاجة من اي نوع. خلصنا خلاص. لقد فقعنا في السبعة خمس. وبعدين اللي ما يتفرجش ما يتجججش اللي بيتفرج. هيجي لك يوم. فمرة حنقفشك وانت بتتفرج على حاجة وحنا انتقم منك انتقام وحش. محدش في الدنيا اكبر من الجلتي بليجرز. وبعدين عاوز اسألكم على حاجة. انتو شفتوا دي اي جينج اللي كان فجعفر للعوم ده الحلقة اللي فاتت. مش حلقة النهار ده الحلقة اللي فاتت. اخر الحلقة اللي فاتت بتاع لبنى وانس لو انا فكر اسم الممثلة صح اللي هي فاطمة. ايه رأيكم. انا معرفش ده معمول ازاي يعني هو معمول بالتكنولوجيز البسيطة ولا هم عملوا حاجة فعلا ولا ده ميكياج وبس ولا ايه. دي اي جينج كان كويس جدا ده. احنا والله يا جماعة كلنا رأينا زي بعض بس بنستخبه. مكسفين نقول كده. معمول كويس فاشخ. كان عظيم جدا انتعمل بفيس اي بيتعامل بالاتعمل بيه بس طلع حلو. طلع نظيف. وكلنا مستخبين. كلنا عاجين الناس كل عمل تتكلم. شوفت الكادر بتاع الهارشة السبعة. شوفت بتاع معرفش ايه. شوفت في المعرفش مال. وانا قاعد متنح قدامي بتاع فاطمة في جعفر العمدة. حيا حلو. فلتر ولا مش فلتر معرفش. ان شاء الله يكون اتعمل بالفوتوشوب فريم باي فريم بس اتعمل كويس. والله احسن من اعمال اجنبية. الرجل ما بيتكلمش غلط. ايه بقى. خوفين يا جدا عن الناس بتوع التويتر دو. الله معمول حلو يا عم. ايه بقى. يا عم ده كان ضحك خالص. والله انت ده انت عايز تقول اي كلام نمطي وخلص. الكول كلاب يقعد يترسج عند بعض. ويقولك شوف الضحك اللي في الموضوع الموجود في الموضوع ده. وانت تخش على الفيسبوك تلاقي نفسك بمضطرة تعمل ها ها ها. وقالك شوفت الهبل ده معمول بفلتر انستجرام. وخير لا يخش يلاقي خمسين ها ها ها. طب انا حعمل نفسي. يا نهاريس ودي عجبني يا مصبتي. انا ايه اللي جرالي. ده انا لازم اروح اتعالج. لا 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 لا. انا حامل ها 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 معهم. يمكن ابقى كول زيهم. ولما تشتغل الاغاني بتاعة الهرشة السبعة اعرف هي ايه. الاغاني بتاعة العيال الكل فشخ. حدش فيهم بيشتغل شغلانا عادية. انت ايه انا بشتغل في النجارة. بعمل طحف فنية. بايدي. وبتجاوز واحدة بتاة مدربة باليه مائي. وصديقتي المفضلة بتشتغل في الاعلانات. وجوزها بيعمل مشروع في معرفش مين. وجدهم الكبير كان اول واحد يورد خراطيم الكولدير في العالم العربي. حدش بيشتغل شغلانا عادية خالص. مصر كلها بتشتغل سيلز و ماركتينج. الا الاربعة دول. هي حصلت يا محمود يا مادة تتفرج على جعفر العمد. ايوة. ايوة انا كنت بتفرج على جعفر العمد. وتأثرت من المشهد بتاع فاطمة لما قابلت بدر الشامة. انا مش مصدق ان انا عارف ديك ام اسامي الشخصيات اصلا. وكفاية محاكمات بقى. علشان اللي حيجي يتنطط ويقول كرانج. ولا يا كان ضحك. ايه الخيبة جي. فلتر انستجرام حتخليني اميل على مسلسل تاني. انا بحبه. وحتطر ان انا اقل منه. بلال الشامة طب الحمد لله مش عارف اسمه مية في المية ده كويس ولا. طب لا والله الحمد لله. الحمد ده دي كتبقى امصيبة لو طلعت عارف اسمه صح. كتبقى امصيبة بجد. مبسوط قوي بجد انك مش مكسوف. انا متضايق ان انا مش مكسوف. انا المفوضة كن باستخبى زيوك. انا حدش بقى يقعد ينظر علينا ولا يتعمل علينا. بعد اذنكو يعني. المشهد محمد رمضان النهار ده هو بيسبت امه والله اضحكت. ومش مصدق ان انا بدحك. ايه 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 اللي حصل لوقارك رمضان. انت هتفقد وقارك يا رمضان. انا بدحك على محمد رمضان وهو بيقدم كوميديا. يا مهري سودهم تواجين. ومن ثلاثة اربعة شهور كنت بحكم الناس علشان فيلم هندي. ده انا اروح اتنيل بقى. جعفر العمض ده افضل موسيقى تصورية ولا ايه رايك. ما علمتش معي خالص. ما سابتش معي اي اثر من اي نوع. يا دود انا مشكلتي مع جعفر ده انه جو العمضة ده مش حقيقي دلوقتي. دي مشكلتك الوحيدة مع مسلسل جماعة. المسلسل مخرم من جميع النواحية. المسلسل عبارة عن نصفة. انت لو حطيت فيه مكرونة حتقع من الاخران. بس تواصلنا معي ومتفعلين معي. خلاص. مشكلتك الوحيدة نجو العمضة ده مش موجود دلوقتي. يا لهوي. حافظ على زوءات من الحضارة بعد عن المسلسلات دي. لا لا لا. انا باخد زحليقة جميلة ومستمتع بوقتي. يا جماعة انا مبسوط والله يا الله. انا وانا قاعد بتفرج على. انا بعد الفطار بتفرج على الكبير. ولما بجيب اخري قوي بروح قلب على فرنز شوية. اخد نفسي قبل ما تخنق. وبعدين برجع تاني اتفرج على الكبير لغاية لما يخلص. وبعدين بروح فتح الواتشت وشاهد. واللي بيجي في ايدي بقى. جعفر الهرشة السبعة. رشيد. وصفار. تك 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 تك. بس خلصنا جميل. ومبسوط جدا بالالاربع مسلسلات. بالتقلبات ما بين الاربع. انا مقدر كل ما هو فني وراقي ومعقد ودقيق في تفاصيل الهرشة السبعة. ومستمتع بكل ما هو قذر وملزق وغريب في التفاصيل بتاعة جعفر العمد. او مبسوط باللكنين. الله. تقلق مني لو جيت اقول لك اوف الهرشة السبعة دا ريحتو كلونيا. هنا تبقى في مشكلة. محمد سامي بقالف يشتغل في الحيطة دي مع رمضان. محمد سامي حريف قوي يا جماعة. حريف قوي في المواقف الميلودرامية اللي انت مش مسد اي ركن من الاركان اللي قدت ليها ومع ذلك بجرد بمجرد لما تشتغل بتتواصل معه وتتأثر. هو حريف قوي من اللزين. هتتابع مسلسل ما اللي بينزله في نص تاني من رمضان. اه طبعا. اعتقد ان انا من اللي قلتوهم دول في حاجات كتير هتخلص. في نص رمضان فحنربلسهم. ان شاء الله. حتى مشهد طلاق مية كسبت تأثرت مش عارف الزه. مشهد كرينجي موت. والزل ولازم وهبوس ايديك وهبوس رجلك وخمسين مرة وبعدين الصدفة بتاعة الدخوله في نفس اللحظة مع الحفاظ على التستسترون اللي بيتناثر منه في كل حتة ان هو ما يخشش موقف زي ده. غير وهو شايل واحد معه في شنطة العربية وجايبه يهزق فيه ويبقى اديل فيه. وكل ده انا داخل فيها ربي انا مش طيق نفسي من اللي بتفرج. وبعدين. البيت دروبس. ولاقي نفسي متأثر. ومش مبسوط مش فخور بنفسي خالص. شايف ان جعفر نفس مستوى البرنس مثلا. نفس المدرسة. بس مش نفس المستوى. البرنس كان دراميا اتقل شوية. يمكن جعفر بيدحك شوية. الستات والآآ وهلا صدقي معناها لصدقي برضو مزعجة شوية. بس فيه شوية تفاصيل بتضحك وبعض يعني السطور بتاعت هلا صدقي مكتوبة حلوة قوي. بس طريقة القاقها فيها شوية ازعاج. بعد حبة كده خلاص ما تبقاش قادر يعني. بس حرصوهم على ان هو يقدم الحتة الشقية اللي هي دعوة بالكوميديا داية مخفيفة الاجواء شوية البرنس كان ميلو دراماتيك قوي في كل تفاصيله. رمضان بعنوان الجلتي بلدجر. على فكرة هو عارف ده. هم عارفين ده. هما لايت دعوة ان هما بيقدموا دراما متماسكة وحاجات من دي يعني. هما فاهمين ان هما جلتي بلدجر. وده ليه شعبيته وما فيش اي منع ان احنا نتعرض له طالما عارفين انا واح هيخلص. خلاص. اه احيي كمان بالمناسبة انا اضحكت على نقطة الاوبر النهاردة بتبقى حمد رمضان. مدرت شمسك نفسك. لما ندح على نيم نعيم رادي اوبر. انا ما معرفش ليه ليه? ايه اللي يضحك في الموضوع? ايه اللي يضحك في الجملة دي يا جماعة? وهو واقف بيتكلم عن سواق الوبر. انت ايه يا ابني بتعمل ايه هنا انا اوبر? ايه? ليه اضحك? انا ليه ما اضحك? وبعدين صالح مراته وطلعها ولكن نعيم رادي اوبر. ممكن ترتب المسلسلات من الافضل للاسوأ اللي بتفرج عليهم او اللي عبدوا عليا. ماشي. الهرش السبعة اه نمرة واحد. رشيد نمرة اتنين. الصفارة نمرة تلاتة. اه جافر اللهم ده رقم اربعة. الكبير خمسة. وعندك سره البتع ده واقع مننا. تفربت على شوية. علاقة مشروعة برضو واقع مننا. تفربت شوية. فلا انا بتتخليف عنهم دول تعالى ما نحطهمش في التصنيف. ومعرفش بقى ربنا سامحني على اللي قلته. شفتوا اعلان اتصالات لما فيه كنين محمد هني طالعوه جد ما بعض. شعرته بايه سعد. حسيته بايه في اللحظة. حاجة حاجة مخيفة جدا. اصلا الدخلة الدخلة بتاعت الاعلان تشبه يعني لو حد بيحكيه لك تفتكرها ما طلع نقطة. بيقول لك مرة عمر خايرة وويجز ومحمد هاني كانوا في طايرة هلكوبتر. ايه رأيك في اعلان الاهلي وبانك فاب مصف. حلو بس مليان افهات. ما تقدرش تنكر نفسك. يعني وانت بتتفرج اللي بيقولك معقول في حد في الاهلي كله مش حريف. اه فرقة الكورة نفسها. حضرتك شوفت محمد افشا. بس لا يا زال اعلان روبي حلو. اعلان روبي يا طب يا معلم. عمله معاملة كريستيان ورونالدو وميسيكا. بس اعلان بتاع الاهلي ده حلو. طبعا ده نسبة الاجماع عليه هتبقى مش كبيرة. لان في ناس هتعاديه حتى وهو حلو. بس تمام يا. اعلان الاهلي اللي فيه ويجز وعمر خايرة. ولا الاعلان اللي فيه كل الالعاب. الاعلان بتاع ويجز وعمر خايرة ده زي ما بقولك كده بيجيب لي افكار ساي كده لك اه. ازاي اسرائيل اجلت الحلقة مفارح. اي دي بقى حاسبها لشحروري. عاوز يخليها يخليها عاوز يشيلها يشيلها وحور. احنا احنا الاتفاق بتاعي مع صديقي آآ زلطان مع صديقي شحروري. في ان احنا بنعمل الاستريم بالليل وعاوزين الملخص بتاعه يطلع تاني يوم قبل الفطار او بعد الفطار على طول. علشان احنا هنتكلم على احداث في المسلسلات وحنعلق عليها وبتاعه. فمش عاوزين تكون نزلت حلقة جديدة وبعدين بنتكلم زي ما نكون متأخرين حلقة. بس مبارح شحروري اغلب اليوم ما كانش متجاوب. آآ والحلقة اتأخرت وانا كل شوية اسأل ويه النظام ويه بتاعه ما عافش مين. وبعدين اللي انتو بتعرفوهوش ان آآ صديقي شحروري آآ فلسطيني. عايش في فلسطين. فمبارح منهم لله يعني آآ البعدة كانوا عاملين قلق. وعملين لجانهم بهدلين الشوارع وعملين حاجات بالطريقة دي. فهو نزل عشان يعمل مشوار في العادي بيعمله في وقت قصير طول معاه جدا وتعب جدا عبالما رجع وعشان كده الحلقة اتأخرت. ودي اول مرة في في التاريخ احس بان الصهاينة اليوم اثر مباشرة على الحلقات بتاعتي. كل الدعم وكل الحب والله. اللي شحروري وكل اخواتنا الفلسطينيين. بس تخيلوا بقى. الغرابة بتاعة العالم اللي احنا عايشين فيه. ان احنا نصل اليوم الصهاينة ولا دي يضربوا لي حلقة. ابتو شحروري بقى. واتو ادت واتو ليف انت حر يا. طيب يا جماعة بعد اذنكم حنتفرج سنشاهد لان الحلقة الاخيرة من رشيد. حلقة الثامنة. احنا دلوقتي حاليا في رشيدة بقى عندنا لغز واحد فقط. هو الفلوس بتاعته جات منين وغالبا الموضوع يبقالوا علاقة بفاروق باشا اللي هو عمله واشرف عبدالغفور في السجن ده. شفتوا موضوع التغيير بتاع الاسبكت ريشو حسب الفترة الزمنية. مش حاس ان احنا محتاجينه قوي بس هو كول. يمكن كمان بالاخص لو بنتكلم على المشاهد بتاعة المحنة اللي بيمر بيها رشيد من سجن وامور زي دي. فموضوع الاسبكت ريشو بيدي لك احساس بالحبسة شوية. دي مش من حد معين الناس كتير بتعملها وناس كتير بتعملها للاسباب ارتستيك اكتر من كده كمان. مين من الناس القديمة مبسوطة بوجود اشرف عبدالغفور في المسلسل. انا مبسوط بانهم بيفتكروا الناس دول. برافو والله نخرج برا اللستة جدعان. من الحاجات اللي مش عجباني قوي في رشيد على مستوى الاحداث على مستوى السيناريو. نحس ان الدنيا كانت ملأمة شوية في فقدان التواصل مع العالم الخارجي بتاع رشيد. يعني انا فاهم ان هو قال للناس ما حدش يكلمني وما حدش يجي لي وشوفوا حياتكم والكلام ده. بس هو مش فاهم ان هو كان عنده ابنه ان هو لازم يرعيه بشكل او باخر او يفضل على تواصل معاه. فكان من المنطقة ان يكون في مراسلات مع مع صلاح مراسلات مع اسماء رقم تليفون في حالة الطوارئ. حاجات زي كده ولا انتو شايفين ايه. وارد يكون الباقيين متفقيد مع امير. عشان يعملوا ده هيحتاجوا يعملوا رتقون كتير قوي. يعني في حاجات كتير هتحتاج تتعدل في الاحداث عشان يوصلوا لده تاني. ما اعتقدش انه كان متوقع ان في حاجة هتحصل اسوأ من السجن. عنده ابن يعني. اهو. اخيرا احيدا بيرد علي. الله. احب الاعمال لما ترد علي في نفس اللحظة. التهيئات اضاعة عاطفية حلوة بس زادت شوية. فيها سي كنت. طب نعمل حتة فور شوادوين كده برضو زي اللي عملناها من شوية والمسلسل رد علينا على طول. حودة ده المفروض انه ودلوقتي حاسس بتهديد من رشيد. فاول فكرة تيجي في دماغه يبلغ عنه ويحبسه. لان هو هربان من السجن. صح ولا انا في حاجة هربانة مني. ما يعرفش. فاكره خرج يعني. قال لك زان بعرف انه بريقياه يا عم بس ما يخاف على نفسه يعني. ده مجرم اولا واخير. الكاميرا على الاقل اهدى من المخمضة بتاعت موضة حركة الكاميرا في جعفر. الله يبارك لك يا يوسف. ينهر ابيض على الشيكي كام والحركة والهندهيلد كام بتاعت جعفر. ده انا حاسس ان الجدع اللي مسك الكاميرا مش طيقهم. قاعد يمخمطهم قصد. يعني هو مسكها كده وعمال يعمل كده بها. طول ما هو عمال يزور. هو انا الوحيد اللي مش متأكد ان ابنه اصلا ما فيش حاجة تثبت برضو يعني لو في حاجة انا مش فاهم. اه 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 يعني حطت الامكانية دي برضو. هو في علامة في جسمه بس هو ممكن يوصل له معها ازاي? يتيقلي عمر السيف وهو صغير المفروض هيبقى فاكر. هو بيقول مش واعي. هو مش واعي لابعد من الملجأ. فما فيش حاجة بتلغي دي او بتنفيها. في وحمة اه. كنت شاس بصراحة مش اكد. مش اشك حركة في الدنيا بس يعني. صلاح ورا حاجة وش اه. اتصور اكيد. بس زي ما بقولك هيحتاجوا يعملوا رت كناية صعبة شوية. يعني لو صلاح مشارك امير يبقى المشهد بتاع المحكمة ده كمشهد تمثيلي ودي اداد رمية انا مش دخلت مغي قوي. مش من الحاجات اللي بحبها يعني. ده كده في قوة اكبر ولا ايه. فراولة. فراولة اللي شغلتهم هما الاتنين عشان تنتقم منه. نظريات نظريات. نظريات فراولة دي واردة جدا خصوصا مع اسماء. انت برينس. مهمة جدا النقطة دي لان يبيني وبينك من غير اللينك بتاع اسماء وفراولة. فكرة انها كانت بتحبها وكانت بترحب بيها وكانت بتديها فلوس وكانت بتنقطها. مش هيبقى ليها اي اهمية في السياق بتاعنا. يتهيألي 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 اللينك ده واتح يبقى مهمة. يمكن يكون كل حاجة أو يمكن يكون حاجة. بس هو مهمة اكيد. لان نفكر فيها من غير ما يكون في حاجة يبقى فكرة ان احنا نعرف من الاول انها كانت بتروح لها البيت وكانت في علاقة ما بينهما وبين بعض. وكانت بتاخد منها فلوس يبقى ملهاش ايه اهمية. احنا حنعفق المسلسل ده ده من المواخزة من الحلقة التمنى. اللي هي اللي بتجوه لا بنبق من الحلقة التاسعة. ان شاء الله. موضوع ان هما الاتنين مش طيقين بعض ده التمثيل. يعني انا مشكلتي ان يبقى الحل في الاخر كله تمثيل في تمثيل. ان هما بي بيسبوكوا عليه دور. دي ترى دي مش حلوة اوه. اتمنى اتمنى لما الالغاز كلها تتكشف. يبقى فيها قدر معقول من الزكاة. ده كل اللي انا بطلبه. لو الحكاية غير ان امير هو المسؤول فعلا لوحده. يبقى المسلسل صعب على نفسه انه يبيع لنا البديل. بروفع عليك. موافقك تماما. نهاية الحلقة مفاجأة شوية. ما تحسش ان دي كانت مصممة من الاول انها هتكون النهاية. حلوة الحلقة. بس الحلقتين اللي فاتوا كانوا اشد. الحلقتين بتوع السجن والحاجات دي. كانت حلقات مؤلمة يعني طريقة بتاعت المسلسل في نقل المعاناة بتاعت الشخصية. خليتك تحس انك لو انا في المحنة دي تحبقى حاسس ازاي. ولو الاحداث اللي قدومة وصلتك للنقطة داية تبقى تبقى نجحت بكل تأكيد. تمثيل ممضوح حلو جدا. تمثيل ممضوح حلو جدا بعيدا عن المشاهد شديدة الانفعال في الحلقتين اللي فاتوا. مش بقول عليهم وحشين او حاجة. بس انا لما بنوصل لدرجة الانفعال دي. ما بعرفش اميز بالصراحة مين بيمثل كويس ومين بيمثلش كويس. الاداءات بتتشابه في الحتة دي شويتين. يعني ما يخستعش منها غير الممثل الوحش قوي. وهما طبعا افضل من كده بكتير. بس اللي انا عجبني اكتر هي المشاهد الاهدة شويتين. اللي هو بيخوط فيها المعاناة. طريقة التفاعل بتاعته مع اللمبة اللي كان بينهورها وبيقفلها دي. بما تحتمله من رمزيات كدلك. آآ نظراته هو نايم. الحاجات السطل شويتين ديت انا بالنسبة لي مقامها اكبر شويت. لكن الانفعال شديد دوت انا بحس ان كل الاداءات بتتشابه فيه. حلو. بيأثر. بس محكمش على ممثل منه يعني. ايه هي رمزيات اللمبة. الامل. التطلع. الاسباب اللي تدفعك للحياة. في الوقت يكمل مضوح احسن اداء في رمضان لحدة دلوقتي على مستوى البطولة من الافضل. بس مش عايز افكر دلوقتي في موضوع المقارنات. مفيش حد ابهرني لدرجة ان هو يتفرد عن السر بقى. بس كده خلاص انا جوع تقوي بقى. ولازم نقوم نتصحر. صباحوا على خير جميعا. اتمنى لكم صحور لاتيف. وباي باي.